اشتركوا في القناة ورسولا عن دعوته انك ولي ذلك ومولى ثم اما بعد احبتي في الله عودا حميدا الى برنامجكم لا يفلح الساحر كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي احبتي في الله عند اعراض السحر العامة طبعا الحلقة اللي هي قبل يعني ازعى الاعلان عن المركز الجديد في الاسكندرية وكننا طبعا تكلمنا عن ان السحر ده مرض واللي بعالج السحر لابد يكون عنده الفقه والمعلومات اللي يقدر يشخص بها او يقدر يفرج بها بين انواع السحر وبعضه وبين انواع النجسات المختلفة في السحر وازاي نقدر نفرج ان المرض ده مرض نفسي ولا مرض ده قرين ولا ده جن اصلا ضياري مثلا لابسه من اي مكان ولا ده سحر باعراضه اي ان كان النوع السحر المعمول واي نوع المادة المعمول اللي كل بها الانسان المصحور ده السحر واي نوع النجاسة واي الهدف منه طبعا اللي بيتخصص فيه هذه المسائل علاج السحر وغيره يختلف عن الراقي طبعا في ينس يقولوا لا ده هو كل موضوع واحد وخلاص وده الراقي زي المعالي زي كل واحد وخلاص أعني تروح للشيخ وخلاص لا أنت لما بتروح للشيخ وخلاص أنت بتضر نفسك ضرر بالغ جدا أنت ممكن ما تروحش لمشعوز يعني عشان برضو الناس ما تفهمش أن أنا من قولك ما تروحش لمشعوز وخلاص لا أنت ممكن تروح لراقي أهو ما عندوش معلومات ما عندوش فقه ما عندوش خبرة بالمسألة فيضرك زي برضو يعني المشعوز ده عيدرك بالكفر لكن الراقي عيدرك في الحياة الدنيا يعني ممكن يضرك وتطلع من عنده باعتقاد أن القرآن ما بيعليش حد أن القرآن طبعا أقوى أن الجن أقوى من القرآن لأنه بيضعش بقراءة القرآن وكده وده وده النتيجة اللي احنا وصلنا لها واللي أنا لاحظت صراحة طبعا أنا اللي موجود في مركز اسكندرية على طول والحالات أصعب الحالات اللي هي تقريبا في مصر كلها أو برا مصر كمان اللي بيجولي في الوقت ده أصعب الحالات أنا أنا صراحة يعني عندي متعة وأنا بنعالج الحالات ديت لأنهم فعلا احتاروا رحلوا الشيخ كتير جدا عندهم اعتقاد أن السحر أن القرآن دلوقتي ما بيعالك شي عندهم اعتقاد أن السحر أن الجن بيتعب من القرآن وصوت وسرخ وبيعترض على القرآن زي الأخت أو البنت اللي كانت عندي ضمنهور من أول مبارح وهي طبعا كانت يعني أنا بنشفق على الحالات دي صراحة يعني كانت تقول دايما أنا خلاص أنا ما عادش عندي اعتقاد في القرآن إنه بيعالك حد خلاص ليه يا بنتي عشان خاطر أنا رأيت للشيخ كتير والجن ما طلعش بالقرآن طيب يا بنت اللعب فين جايتلي خلاص أنا ما أعرفش أنا خلاص يا معاش ولي حل فطبعا ده بناء على إن هي راحة للشيخ كتير والشيخ اللي بعالك مش قادر يفرع بين الجن وبين السحر وبين أعراض وبين الشيطان وبين القرين طبعا ده كل الشيخ اللي بعالك لو هو ما تخصصي أو ما بداش عنده الفقه والخبرة إنه يقدر يميز بين الأعراض دي عشان يخاطر يديها للمريض ويقدر المريض اللي بيحصل له الأعراض دي يقدر يميزه كمان الشيخ عيدور الإنسان المريض ده هوت مش عينفعه ليه؟ لأن الإنسان المريض ده هوت راح لك المركز أو راح لك المكان اللي انت بتعالج فيه بعد معاناة كتير جدا بعد معاناة نفسية ومعاناة اعتقادية ومعاناة في البيت ومعاناة في المادية ومعاناة جثمانية هو خلاص هو راح لك وهو تعبان عايز حل فلما يروح للشيخ اللي بيعالج والشيخ اللي بيعالج أو المعالج ده ما يبدلش الحل ويزود الموضوع عليه أكتر بعدم خبرته فالإنسان خلاص هو بيفقد الأمل إنه أنا خلاص ما ليش علاج أصلا زي ما كانت الأخت بتاع الضميط اللي كانت عندي النهاردة بتقولك أنا ما عدش عندي اعتقاد إن أنا ممكن نتعالج خلاص الموضوع السحر ده ما ليش علاج أصلا ولا له طبعا لما انبسط الناس للموضوع نقول لك ما فيش حاجة اسمها سحر ما ليش علاج ما فيش حاس ما يجين ما بيطلح شي ما فيش حاس ما يجين يتعب من القرآن ويصوت ويسرخ أو يعترض على القرآن يعني الجن ده مخلوق ربنا خلقه عاقل يفهم القرآن يقدر يميز بين القرآن وبين الصحيح والسقيم طبعا ده كله الشيخ اللي بيعلي جزء يكون فاهمه وفاهمه للمريض طبعا أنا الاسبوع اللي فات ده يعني جدي يمكن مثلا حوالي مثلا من 20 ل 30 حالة كلهم أكترهم حالة نفسية من عند الشيوخ يعني راحت لشيخ و2 و3 و10 والشيخ ما جابش معها نتيجة والشيخ ضمرها نفسيا لدرجة أني خلاص أنا ما عادش عندي اعتقاد في القرآن أنه بعالج حد بنبدأ الأول عشان خطر نقدر ننفي الواقع اللي هي عاشته عند الشيوخ ننفي لها واقع أن أنت يا بنتي القرآن ده شفاء للناس والقرآن ده هدى للمتقين والقرآن ده كله يعني مش معنى أنك أنت ما تعالشش منه أو مش معنى أن أنت ما قدرتش أو مشيوخ ما قدرتش على الجوكي يبقى أنت عندك مشكلة أو أن القرآن في مشكلة لا الشيخ اللي عنده المشكلة لأنه معلش كيش أو الشيخ اللي مدلكيش على الصح طيب علشان خطر نقدر نضلحها من ده بننفي لها الواقع اللي عاشته عند الشيوخ الأول خلي بالك بنحط لها النغة تحت روح الأول بنقول لها أن الجن ده نظامه كذا وأن السحر نظامه كذا والقرين نظامه كذا وأن دي عارض كذا وعارض كذا وعارض كذا الأول في حالات بيقتنعوا بالكلام ويبدأ فعلا ينفوا اللي عشو دهوت في حالات تقول لك لا أنا عايشة الدور ده وبنحبه خلاص أنا متمتعة إن أنا نعيش مسحورة زي الأخت اللي كانت عندي من كفر الضوار يمكن والدها أكلمني نهاردة أنا عادت تتكلم معي إن كان ساعة ونص يا بنتي ده مش أعراض سحر أنت ضحك عليك السيوخ أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنا أعليك السحر لكن الشئ النفس اللي أنت خطيه منه السيوخ ده مش مسؤوليتي أنت لازم تطلعي منه نفسيا أنت حبيتي موضوع السحر ده أنت حبيتي تعيشي موضوع الدلع ده حبيتي تعيشي إن القرنك يضغط عليك ويفضل وهمك بالموضوع ده طيب ابتدت تقول لا خلاص أنا مقتنعة بالكلام طبعا لما الموضوع طبعا قرنها أقوى منها عليها وهي مش مقتنعة بالكلام لأن هي عايزة حبة إنها تعيش مسحورة ليه لأن هي فشلة في حياتها فابتدت تبرور الموضوع ده في إيه إن أنا خلاص في شماعة السحر شماعة الجن الجن اللي عملي الجن اللي خلال الجن طبعا والشيخ بيعي بعمع العوم وما بيقولهاش دام الجن يا بنتي أصلا فخلاص أنا يعني عايش دور الجن أكتر أو أحسن علشان خاطر نقدر نتخلص من مشاكله في حياتي مش عايزة زوجها مثلا مش عايزة مثلا خطيبها مش عايزة تعيش في بيتها مثلا أيا كانت الصورة اللي هي عايز تهرب منها وتعلق فشلها على شماعة السحر والجن لما يجي شيخ مثلا زي أنا بنعالج بنقول لها بنتي خلي بالك عشان أنا من عمل ربنا مش بنعملك خلي بالك دام الجن اللي بخليك تعملي الكلام دام الجن ده ممكن هو ممكن يكون عندك سحر أنا عالجوه لكن الموضوع اللي عندك ده قرينك ممكن يكفرك ممكن يضيعك ممكن يضيعك من حياتك طلع عليك صمعة مش كويسة طلع عليك على أهلك بنتهم ملبوسة لما منتكلم الكلام ده أمنتكلم بصدق مع الناس مش بنقولي الكلام ده عشان خطر شهرة ولا سمعة لأ أنت مصحورة عن عالجك من السحر لكن أنت مقتنعة بالجن أنت حبة دور الجن محدش عالجك منه غير أنت محدش ضلعك من الموضوع ده غير أنت زي ما أنت دخلت نفسك فيه عند الشيوخ أنت جدبت على نفسك كتبة وصبكتها كتير جدا من الناس أو البنات تجدب كتبة وتصداكها وتعيشت دور خلاص ليه يا بنتي عشان خطر أنا لجيت شماعا علج عليها فشلي طيب الفشل اللي أنت عشتها هوت والألم اللي أنت عشتها هوت قرينك بنمهولك عشان خطر تطلعي من مكان تدخلي في مكان تاني تطلعي من عند الشيخ ده تروحي لده تطلعي من عند الشيخ ده تروحي كنيسة تطلعي من الكنيسة تروحي مش عارفة الساحر تطلعي من الساحر تروحي مش عارفة تنين أنت لففت أهلك وضيعت أهلك وكفرت أهلك معاك باللف عند الصحر وغيره علشان خطر سياتك مش مقتنعة ان اللي عليك ده مجن اللي عليك ده ان هو جن وهو اللي بخليك تعملي ده كله لا والله ما هو جن يا جماعة انا بنقولها صريحة وطبعا فيه الشيخ بتنتقدني في الكلام ده وقولك يا عم انت بتوجه في حالنا انت خربت بيتنا بالكلام الده ما انت مال احنا شغالين ايه انا مش بنجابلك انا عشان بحست في الموضوع وعارف انا بنقولك ايه منقولك الكلام ده هوت وانا فهمه الجن ما بيتعبش من القرآن ودايما منقولها هو ترماع بنأكد الجن ما بيتعبش من القرآن والقرآن ما بيحركش الجن والقرآن ما بيدرش الجن في شيء غير ضرر نفسي او معناوي يعني ضرر نفسي ان هو بتوب انا عملتي معصية لما نسمع قرآن بنتوب منها يعني باخره خالص انه يبكي مثلا انه يتأثر بتأثير اي ان كانت تأثير رعشة في اليد مش حالفت اخره ده خالص لما يكون الجن ده يعني خالص فتوى زي ما بيقوله يعني تمام فييجي واحد يقول لي اصلا هي اول ما سامعت ايتين قرآن جاعت صوت ويسرخ وكسرت الدنيا وبوزت البيت وعمت مش عارفتين طب انا عايز دليل واحد دليل واحد اي شيخ يجيب لي دليل واحد بس ان الجن ايام النبي عامل كده انه كسر شيء ولا ضمر شيء ولا اعترض على القرآن ولا زي الاخ دي كانت كل ما حد يكلمه ويقرأ على القرآن وتضحك بسخرية ليه بتضحك بسخرية بنتي مش عاجبها القرآن طب يعني طب انا عايز نفهم حاجة بس او الشيخ الوصلي معلومة يمكن غيبة عني نعرفها القرآن ده ربنا ربنا خلق الجن وربنا تكلم بالقرآن وانزله علينا هل اللي ربنا خلقه دهوت اقوى من كلامه يعني اقنعوني يمكن يمكن انا مثلا يمكن على ضلال انا عايز حياة واحدة بس دليل واحد بس اللي ربنا خلقه ده والجن دهوت اللي هو ضعيف جدا اللي هو زي الانسان اللي رب ننزل عليه رسالة زيك زيه ولربنا نظره بالقيامة زيك زيه ولربنا انزل عليها رسالة الإسلام زيك زيه ولربنا قال وإصطرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصدوا فلما قضي يولى المنذرين قالوا يا قومانا اجيبوا داعي الله يعني ربنا بيقولك في القرآن ان الجن بيسمع قرآن وبيهتد وروح يدعي قوم الاسلام وبكمان بينزرهم يعني بيقول لهم خلي بايكم أجيبوا داعي الله طيب طيب أنت عايز تقول لي أصدى الجن أول ما سامع القرآن ومش عايز بالقرآن طيب أنا عن صدقك أنت وعلى صدق ربنا يعني عايز دي فهمنا يعني عن صدق قرآن وعلى عن صدقك أنت أنت ضعيف نفسيا أنت وهمت الناس أن الجن بيعمل كده عشان تشتغل يعني أنت وصلت معلومة للناس أن الجن عشان خاطر خلاص تعمل نفسك شيخ وأنا ضربت الجن وسعقت الجن وحبست الجن أنت عاست وهم الناس عشان تشتغل فبناء على أن أنت ما عندكش خبرة بالمسألة دخلت الناس في قصة إيه في اعتقاد أن القرآن ضعيف في اعتقاد أن القرآن ما بيعليش الجن طيب افهم أنت الأول عشان أنت تخصصت في هذه المسألة افهم الأول القرآن بيعالج إيه القرآن بيعالج الجن بعد ما تعالجه السحر من الجسم السحر دي ما نقولنا مرض والجن عرض عالج السحر الأول وبعد كده تضلع الجن براحتك اقرأ عليه القرآن وينزله براحتك اتكلم معه براحتك احمل براحتك لكن ما تباش أنت عمالي سايب السحر اللي هو المصيبة العظمى والكبرى وعمالي تضرب في الجن وعمالي تعزي في الجن والأكتر من كده الأخت اللي كان بتقولي الأسبوع اللي فات ده الشيخ خنجني جاب خنجني لما أغمى علي وبعد كده خلاص قال انت فكت والجن راح من عليك طيب وبعدين والتاني راح جاب شمعة ولاحها تحت رجليها لما سلخ رجليها من تحت طيب وبعدين هو الجن ده يعني مثلا طيب والتالت راح جاب ابرة وقعد شك في صابحها لما لما طلع من عليها لما خر الدم قال لها خلاص انت خلاص كده قصة من بالله كانت في المركز عندي بتقولي الشيخ قال لها لي خمس ضوافر خمس ضوافر يجلحهم لا عشان خاطر ايه اصل الجن تحت الضفر وبناء على كده انشلوا الضفر ده عشان خاطر الجن يطلع من تحته انت متخيرين الموضوع طيب وبعدين يعني احنا عن نفضل ومشيين ورا للموضوع ده لما يضيعنا مثلا طيب عن نفضل ومشيين ورا للموضوع ده لما في ناس تعتقد ان القرآن متعب القرآن بيتعب الناس بخلوهم يصرقوا ويصوضوا يبقى القرآن ده متعب خلاص طيب القرآن ربنا يجل علي شفاء القرآن ربنا ده كلام ربنا محدش يقدر عليه ده صورة البقر اللي النبي قال عليها يعني لا يسطؤه البطرة أنت بتشغالها في فيتك وتقول الجن بيضربني طب من اللي بضربك بقى يعني عايز تفهم ده النبي قال لا يستقع البطرة النبي قال ان الجين ما يقدرش عليه والجين نفسه اعترف بآية الكرسي انه انه هي انه هي راضيعة له طيب انت بتقول لا انت بتقول ان الجين بيضحك من آية الكرسي طب انا عايزك تفرج بين مين اللي بيزعل من آية الكرسي وبين الجين يعني انا عايز لازم نضرب مثال واحد ساحر عمل سحر الانسانة الجين اللي رأي جاي من عند الساحر ده هو تعارف انك عتسمع قرآن والله وعارف انك عتروح لشيخ تتعالج وعارف انك عتروح تحج وعارف انك عتعمل عمرة وعارف انك عتعبد لله وعارف انك عتقول الاسكار الصباح والمساء وعارف كل الحاجات دي هو جاي من عند الساحر دماغه مستستمع عليك ان انت عتقول الاسكار ان انت عتروح لشيخ ان انت عتصالي ان انت عتسمع سورة البقرة هو جاي كده هو جاي عارف فلما تجي تقول لي أصله سامع القرآن تعب يبسحر مالوش لازمة يبسحر مالوش قيمة ليه لأنه هو أصلا جاي لك وعارف أنه أنت عتعمل الكلام ده مسبقا فلما يجي يسمع قرآن عادي بالنسباله لما يجي تروح تحجي بالنسباله عادي ما فيش مشكلة لما تروح تتصلي عادي صلي ما هو جاي عارف أنك عتعمل الكلام ده أصلا لكن مش مستحيل أنه يكشف نفسه أول ما أنت عمل لك سحر وتروح تسمع أي تين قرآن تصوت وتسرخ يبسحر مالوش لازمة السحر عارف أنك عايز تسمع قرآن باعتلك جين عارف أنه عايز تسمع قرآن طيب إيه مهمة الجين يا شيخنا المهمة الجين أنه هو جاي مثلا ما يخليكيش تخليفي هو شغلويته دي بس صلي ما تصليش تحجي ما تعملش دعوة طيب واحد تاني واحدة زوجها مثلا مش عايزها مثلا واحدة ما تخلفش مثلا أو واحدة ما تزواجش خلاص أنا شغليتي أول ما عريس يجيلك أنغير شكلك أنخلي ريحتك مش كويسة أنخليك طويلة ما دام أنت رفيعة أنخليك رفيعة بدلك سيارة كل ده يعمل الجين معاك يغير موصفات شكلك عشان الجين عشان العريس سيوك ويمشي وبعدين حد يعني زي الأخت اللي كانت عندي ونبعها بتقول لي أصلا يا شيخ أنا بنصلي وبنصوم وبنقول الأسكار وبنعمل كذا وكذا 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 إزاي الجين عجلي يعني؟ يعني الجين عجلي منين؟ طب ما هو يعني صحر إزاي يعني؟ طب ما النبي صحر؟ هو أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو النبي صحر تشريع لنا هو النبي ما كانتش بقول الأسكار هو النبي ما كانتش بقرأ قرآن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم طيب النبي صحر تشريعا يعني عشان ربنا يقول لنا فيه سحر والنبي بنفسه صحر طيب طريقة العلاج واحد يقول لي عمي شخص طب ده النبي ما خدش عشاب ولا عمل طب النبي قالوا له الملايكة علاجك في المكان الفلاني ورحو أضل على السحر وعمل كذا وكذا وكذا وشفاءك كذا إحنا مطالبين إن إحنا نجتهد نجتهد في العلاج ونشوف الصح فين ونعمله وننفزه طيب اجتهدنا ونفزنا ولقينا أكتر الحالات يمكن 90% من الحالات اللي تعالج بقدر الله تبارك وتعالى الحمد لله نشحين في علاجها لأن إحنا عارفين يعني إيه سحر عارفين يعني إيه عرض اللي هو الجندهوت وعارفين نعالجه إزاي؟ طيب عشان خاطر واحد يقول لي عم شيخ يعني مين اللي ممكن يروشي لسحر زي ما بنسمع كتير من الناس يقول لك أصل رشو سحر في أول الشارع والكل اللي عدي عليه يصحر كلام مش مقنع كلام مش منطقي اللي معموله السحر ده بروح ضل سم واحد لفلان بس لكن ما بروحش الاثنين ثلاثة مش كل اللي بعدم عليه بنصحر مش كل ما تروح لشيخ يقول لك أصلا أنت بخطي سحر مش لك ما فيش حاجة اسمها سحر مش لك دي خالص ما فيش حاجة اسمها أننا نعدي نخطي سحر أو نشرب سحر مش ليا ويصبني أنا لأ ما فيش كلام ده انت لو نعمل سحره قدامك مش لك اشربه انه مش لك أصلا هو متزبط على فلان هو جاي رايح لفلان ده هوت وفلان ده هوت اللي معاه المشكلة كإن ترس والترس التاني قصادر يحين يوم والتين يمشوا مع بعض لو راح الجين خد تلسم السحر ودخل بعدتك ما لجاش السحر بتاعه موجود يمشي وسيبك مش شغلته هنا مش موضوعه موجود ترس التاني غايد عشان كده بنقولك ان السحر مرض والجن عرض هما الاثنين مع بعض واحد عرض وواحد عرض الاثنين بيمشوا مع بعض طب راح الجين انت خطيتني عليه والجين ما لجاش السحر موجود يطلع تاني يسيبك وروح للي معموله السحر ونادر جدا ان الجين السحر يخطأ نادر جدا ليه لانه ببرايح على أطرك يعني أطر أطر ده حجم ريحتك اللي بياخد حاجة من ريحتك انت عرجم فيها وبشممها للجين أكرمكم الله كالكلب مثلا كده فالكلب ده أو الجين ده بيروح للمسحور بعينه فلان باسمه اسمه أمه وريحته كل شيء فيه بروح عليه فيش حاس ما ترشل السحر وراح لحد تاني دي ولا فيه حاجة اسمها سحر بجدد عشان دي قصة أو حجة البليد زي ما بيقوله دي حجة البليد راح كل شوية ايه اصلا السحر بجد صمعتش له قيمة اصلا انتهى من حياتك تمام لكن ممكن يكون أثر على جسمك ممكن يكون عمل أعراض في جسمك لازم الأعراض دي تعالج طبيا عشان خاطر تخلص من ده طبعا احنا يعني الحمد لله فاهمين يعني سحر فاهمين ايه الإعلاج عشان نعرف نعالج ازاي وفاهمين ايه الموضوع بالزبط طبعا المرة من فترة عرضنا فيديو ان فيه واحدة بترشل سحر جدام محل لحد وعرضنا فيديو ان فيه واحدة بترشل سحر جدام في الشارع وعرضنا فيديو ان فيه واحدة بترشل فيه طبعا قدام فيلا وطبعا النهاردة معنا فيديو طبعا يعني هو في يوم واحد جاب يمكن داخل الوقت على بيتين ألف مشاهدة في يوم واحد بس 24 ساعة جاب ألفين يعني 200 ألف مشاهدة عشان قاطر ايه ان الناس فعلا صيمت بالموضوع ده يعني انت واحدة بترشل سحر جدام بيت وسحرة والمنطقة كلها عرفتها ان انت فلانة اللي بترشل سحر طبعا لازم نفضح الناس دي لازم نازل يتنعرف انت بترشل سحر ليه انت عارف يعني ايه ترشل سحر ولا لا انت عارف يعني ايه مرض السحر ولا لا والله مرض السحر بيضمر الانسان وعا تتحاسب امام الله تبارك وتعالى على قتل نفس يعني اللي بيروح يعمل سحر ده نماء هو عا تفكر الموضوع سحر وبسيط انه خلاص روح يعمل سحر وخلاص ادي الفيديو معانا هو السيد محمد بيعرضه الفيديو ده ادي اخت واحدة هي سحرة رايحة بترشل سحر قدام عتبة البيت ده طبعا هي رشت السحر والموضوع انتهى على كده والناس بتخيلها ان هي رشت وماشت والموضوع خلاص لا الموضوع اكبر من كده ليه لاني ده سحر والسحر ده هي لابت مرض كيانها حاطت قنبلة موقوتة قدام البيت ده هو في المكان ده هي هي فكر نفسها هي متنكرة يعني لكن ربنا بيكشف يعني هذه الاشياء بيكشف بيفضح سترهم وده طبعا احنا لما بيجينا فيديوهات زي دي او ربنا بيقدر الناس بتعرف ان احنا ممكن نعرض لحد عشو قادر الناس تنكشف يعني وطبعا البيت ده تعالج الحمد لله يعني والناس طبعا بتقول اه ده الكلام ده موجود ولا مش موجود ادي موجودة هو وده سحر ترش طبعا يعني ايه ترش يعني ده طلسم السحر اللي ترش هنا ونص الطلسم التاني خده الجن وراح معدة المريض اللي رايح له باسمه خد شامم اطره اول ما المريض ده او اول ما المصحور ده يعدي من المكان اللي رشت عليه السحر دي ايه السحر كده خلاص كأن الترس التاني وصل للترس الاول خلاص شبكه مع بعض والاشارة شبكت مع بعضها خلاص ليه لان ده سحر وده مرض والمرض ده انتقل من طلسم برة لطلسم داخلي ده جو جسم الانسان والطلسم ده كأن فيه مرض في جسم الانسان واحد يقول يا شيخ طب ايه طلسم وايه الموضوع بالظبط الطلسم ده اللي بيكتب به السحر ايا كان بينكتب بالنجاسة دم حيض بيكتب نجاسة زينة او غيره وبياخد طلسم السحر دهوت او اللي بيكتب به مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده فيه سحر مركب وسحر مزدوج وسحر مفرد لو كان السحر ده بيكون حروف بس بيبقى سحر فردي لو كان حروف وارقام بيبقى سحر مزدوج لو كان حروف وارقام ورموز زي نجب الداود او غيره بيبقى سحر اسمه سحر مركب يعني فيه ثلاث علوم من الاصحار او اللي السحر ده متمكن جدا ابليس بيديله كل انواع العلوم زي ما واحدة الاختي اللي كانت من فترة من اسكندرية بتقول لي انا خلاصهم مكشفوا عني الحجاب ويبدأوا في اول 2020 يبدأوا يدوني الشهادة طيب انا فكرتها تتكلم على حد ايه يعني فكرتها بتتكلم على حد يعني شهادة علمية فبتقول لي خلاص ده انا قصة انا جعدت معاهم وبعتوا معايا الجمر والجمر ده فضل ماشي معايا وجال لي روحي في المكان الفلاني يحط لي كذا ويطلع لك حد الليلة ان شاء الله وبعد كده عايد ديك الربة بتاعتك والربة بتاعتها ان هي قب من اقضاب اللي هي الصحرة يعني وبعد كده هي خلاص عايد تكلفت بساحرة ساحرة الاول قالوا لي عن حلول كل مشاكلك عا رجعوك بين تاني عشرين سنة طبعا الجن بيعيدهم ويمنيهم يعني خلاص انتي خلاص عا تفضلي ايه كمان اول السنة عا تيب ببنت ترجعي عمرك عشرين سنة تاني بيقول للست دي دي اللي عندها ستين سبعين سنة عا ترجعي خلاص عمرك عشرين سنة تاني عا ترجعي صحيتك بنت ابنوت تاني خلاص عا ترجعي وشك عا يرجع بنت تاني كل حياتك عا تتزبط عا تصفروك في كل دول العالم عا تخدي مش عارف شهادة منين هتعملي كل ده الجن عملي منيها في ايه؟ منيها تبقى قطب من الأقضاء طبعا موضوع الساحر واتصاله مع إبليس واتفاقه مع إبليس ده مصيبة يعني ما تحدش يتخيل أن الساحر ده عبارة عن واحد جاهل جاعد بشخبط عشان فيه ناس بتعتقد كده يقول لك يا عم هو عاملية يعني هو بشخبط ده عاملية لا ده علوم إبليسية علوم من عند إبليس نفسه يعني أنا عايزي نوصل لك هو عتفكر من الساحر ده بيدرس على إيده لا ولا إن الساحر ده جاهل لا ده هو عليه مارد من الجن ذكي جدا ويقدر ينفذ خطوات اللي الساحر جاهله عليه بالتفصيل هو طبعا المارد أقوى من الساحر لكن هو إبليس محطه مع الساحر ده ضاع له ضاع عمياء ما بينفكش عنها بأي شكل من الأشكال روح لفلان عايزين سحره فلان بروح يجيب له النجاسة المعمول بها الساحر يجيب له أي أقوى أنواع النجاسات زي الأخت اللي كانت عنهم برح بتقول لشيخ أنا طبعا إحنا كنا لعدين مع الشيخ وشوية لجينا الحلة نحطت وحطت الحلة دوها وجاب لي حاجات من الحلة ديت حاجات من هدومي بجالها يمكن عشرين سنة أنا عارفها وجاب لي قصة من شعري أنا عارفها وجاب لي حاجة من التوكب تحتي وجاب لي مش حارفت إيه وأنا لجيتهم كلهم في السحر عمي الشيخ طبعا ده ساعر يعني ساعر يعني معاه مارد من الجن والمارد من الجن في ثانية يجيب لك كل اللي تتكلم عنه ده ما تفكرش أن الجن ما يقدرش يعمل كلام يقدر يجيب لك حاجة من هدومك من عشرين سنة يقدر يجيب لك حاجة من ملابسك ملابسك الداخلية بجالها تلاتين اربعين سنة يمكن بس يجيب لك حين تفكرها يعني عندك مثلا بلوزة عندك طرحة عندك أي شيء أنت فكرها كوي زيدا وعرفة أن معلمة في دماغك يعني فيبدأ يذكرك بيها ويبدأ يجيب لك السحر وحطه لك في الحلة تجيب وقع الفوضى ديت أو السحر أو الحجاب ده في الحلة وضلعه الشيخ ويقول لك يلا أدي شايفه اسمك واسمه أمك ودي السحر معمول بكذا وكذا 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 النص طبعا هو يعني ايه حرفه بالهدوب ديت من كم سنة هو عارف هو ده جن الجن يعني يقدر يعمل كلام ده أه يقدر الجن ده عايشي العرش بالقيس اللي هو مرض من زجاج بقرية بحالها عرش عايشي له وديه في أماكن في دولة غير الدولة ومكان غير المكان مش عايقدر يجيب لك انت شوية فوط أو شوية وماشو بتعول فهم ويوهمك إن ده سحر يقدر فالناس ما تنوهمش بداه ما تنوهمش أو السحر يوهمك إننا نقدر نعمل كل شيء اه هو السحر اه هو جاهل لكن معاه مارك بيقدر ينفذ اه ويقدر يعمل الكلام ده إنه نجيب لك السحر عشان يوهمك ويضيعك واحد يقول لي عمي شيخ طبعا أنا عروح لشيخ عروح أنا عندي سحر وزي هكت من الشيخ بتاع القرآن ده خلص ما عادش حد جايب نتيجة معا عروح لسحر السحر يعمل له السحر يلبسه جين أقوى من اللي عليه يعني إنت لو السحر اللي عندك أو الجين اللي عندك قضروته 30-40% قوة بيلبسه جين أقوى من اللي عليك 40-50% أقوى منه ويبدأ الجين ده يهديد اللي عليك أو عتتكلم غير تجاهاتك لأنه هم الاتنين شغالين عند إبليس اللي عمل السحر واللي بيعالجك من السحر بسحر هو برضو شغال عند إبليس ومش من مصلحته إنك إنت تتعالج أي علشان كده طبعا إحنا بنعالج يعني ي بنعالج أنا عارف إن السحر مرض والمرض ده موجود في جسمك والمرض ده بيأثر على الكلا بيأثر على الجهاز العصبي عندك بيأثر على تفكيرك بيأثر على كل مكان في جسمك وطبعا في ناسة نتقدر يقول لك يعني إيه جيني سد الكسوجين عن الدماغ أو نقص الجين في الدماغ شغلته دي هو في مسام جسمك هو بيزني منك مزرد دم العروق هو شغال معاك جاعد معاك طيب يعني هو ممكن يخلي إيدي تتحرك غصبا عني آه لو هو عايز كده خليك يعني ممكن يخليه نفكر إن القبيح المحسن والحسن المقبيح آه ممكن يخليه دايما نفكر في الشر آه لأنه هو أصلا بيتغلب أو بيتحكم في الجهاز العصبي يخليك تحلم زي ماه عايز تأكل زي ماه عايز تشرب زي ماه عايز تنام زي ماه عايز تجوم زي ماه عايز تتعامل مع الناس زي ماه عايز تشتغل أو متشتغلش هو مسيطر على حياتك ليه لأنه هو مكلف من عند الساحر والساحر طبعا زي ما احنا قلنا عارف وبيدرس شخصيتك وبيدرس حالك وبيدرس حالتك أنا أنا بعتلك نوع الجن نهون اللي عيمشي معاك ويعيش معاك الفترة دي كلها من غير محد يحس إن أنا علي جن أو عليك ما عندك سحر أو غيره باية اتصل تمام فييجي يعني اعتذر للناس اللي بتتصل لكن برضو أنا عايز نفيد أكتر كم من الناس وإن شاء الله اندخلت صلاة بقدرة بركعالة دايما بنقوله إحنا السحر ده مرض ولازم المرض ده كإنه واحد جاب سكينة ويتتكى على إيدك طول ما هو متتكى على إيدك وانت حاس بالألم شلنا الألم أو شلنا السكينة دي اللي هي السحر يعني السكينة دي أصرت في جسمك ثابت أصر في جسمك ثابت مشكلة في الكيلة ثابت مشكلة في العمود الفقري ثابت مشكلة في دارك ثابت مشكلة في رجليك من التحدي ثابت مشكلة في النقاع ثابت مشكلة في المعدة أي كان نوع المشكلة يجب أنها تتعالج بعد خروج السحر من جسمك وطبعا ده بنعالجوها بالعشاب وطبعا يعني الحمد لله احنا معنا أكبر دكاترة متخصصين في دراسة العشاب وطبعا الحمد لله ربنا يعني فتح علينا في الباب ده ودايما بنحاوله نبحاثه على الجديد عشان خاطر الناس تقدر تسافده نقدر نكمل أو نقدر نكمل بعد خروج السحر من الجسم بأكبر استفادة رسول محمد يعرض لنا الفيديو بتاع الدكتور كريم علي عشان خاطر المبشر ان احنا ربنا كرمنا ووصلنا للكوركامين أو مستخلص الكوركامين يعني عندنا الكوركامين ومستخلص الكوركامين اللي هو يعني بيعالج الجسم وان شاء الله دكتور اتكلم عنه دلوقتي بأقوى يعني أفضل الأنواع العشاب طبعا مش الكوركوم عشان الناس تفكرنا ده كوركوم أه الكوركوم الكوركوم ده دي مادة كويسة لكن انت عشان تاخد تتعالج بالكوركوم فتاخد يعني كمية كبيرة جدا عشان تعالج ممكن يعملك مشكلة في المعدة لكن يعني احنا ربنا كرمنا نحنوصل للمستخلص الكوركامين وبعد كده مستخلص الكوركامين نفسه عشان خاطر ان نقدر نفيد الناس انه ناخد صال لاو مفيش مشكلة سراجب سراجب عليكم السلام علي السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ازاي كمولان ازاي حضرك سراجب والله وحشتنا جامد الحضار ربنا يحوذك وبرك فيك ربنا يحوذك ربنا والله يا نصح حضرتك وعلم حضرتك وحشنا كثير والله ما تغيرش عندنا اتنافن دمنا سراجب ربنا يكرمك حاضر حاضر سراء لحضرتك من معالج نعم تمام المعالج ده لما حضرتك بتقول لازم انت نظف تنقصم السحر الاول وبعدين تعالج الجن تمام المعالج ده يقول لحضرتك ازاي اما هو الجن موكل بحراسة هزا السحر داخل الجسم كيف تخرج السحر قبل خروج حارس السحر وقادم السحر نفسه تمام تمام ده السؤال الاولان حضرتك لو انا مثلا لديت سحر سلاسي او سحر مفرد او سحر مركب تمام مكتوف ورع هو ده السحر بس فقط ولا فيه طلصم دايني داخل الجسم غير هزا السحر تمام وحضرتك بعد تاني في كتاب ان شاء الله حضرتك بتعمله فاق بروي بنشاغلين فيه والله يا خلاك وفيها يا شخرة ده سمعت لحالك كلامتك عليها بكذا ليه بتجيب يزاز من عينها تمام اللي حال دي مش بص ما فيش عارفين عالجها خالص ما فيش معالك عارف عالج لحالة دي عاوزين اراد حالك وحالك قلت لي ما ينفعش النتيجة فاقيرا يا حضرتك في الحال؟ هاتهالي مركز اسكندريا خرجب وانا نشوفها لو امكن نعملها عشي عنها هاتهالي في المركز اسكندريا او السكندريا وان شوالا ما allá دي موجود فاركة اسكندريا وان شوالا نشوفها ان شوالا هنرد على سؤال عراقب او رجب سريعا وبعد كده الاخ رجب بقول ان ممكن السحر دههacciه المفروض يمطلع الجن الاول باع أي كان يمطلع السحر نفسه انا عايز نسأل سؤال برضو يعني سؤال على السؤال هو ايه من الجن الاول الجن ولا السحر؟ من المكلف يعني انا عايز نفهم من اللي مكلف فيهم اللي مكلف الجن مكلف بإيه بحراسة السحر طيب حراسة السحر ده هو عمره ما يسيبه لأنه هو خلاص ده مربوط بيه احنا قلنا ان الجن ده خادم له خادم يعني مربوط جواه مربوط جواه طلسم بطلسم احنا يعني السحر بربوطه بيه طيب احنا نفضل نشده في الجن او نطلعه وهو يرجع تاني للسحر ولنجلعه الموضوع من جذوره يبال اول نخلع جذور السحر من الجسم الاول طلسم السحر الاول اللي هو ضر جسم الانسان عشان الانسان لما الجسم السحر يطلع منه بفوق نفسه يقدر يتكلم كويس يقدر يعيش كويس معاديه يستريح جهاز العصر عنده يستريح بعد كده كل ما السحر بيضعف مادة السحر بيضعف الجن بيضعف معاه خلاص لكن طول ما السحر قوي الجن قوي انت مش تعمل شيء معاه عتسماعه قرآن سماعه قرآن هم جتعبان من القرآن عتضربه ضربه هو مش حاسس هو المريض اللي حاسس فاي عنا سيطره عليه ازاي لازم ينفكوا التكليف الاول اللي هو ناجسة السحر اللي في الدم او في جسم الانسان وبعد كده ضلع الجن براحتك يعني دايما نضرب المثال ده كإن جبنا انسان وربطناه في سلاسل من حديد بعمود خرصانة وبعد كده عملنا ضربه في الانسان ده هو يلا امشي فبيقول لك عم يحليني طيب بالجنازر دي الاول ولا نمشي طيب احنا ظلمه مربوط هو مش عيمشي هو مش جادر يمشي اصلا فالاول حل الجن بطلسم السحر الاول وبعد كده عالج الجن ده او ضلع الجن ده من عليه طيب عشان كده برضو منقوله الاخر رجب بيقول لو الانسان ده هو تبدل لو هو فيه كتابة مكتوبة ولا جينا الكتاب ده القصة كده انتهت انت حلت نص المشكلة اخر رجب يعني لو انسان مصحور وانت لاجت الكتاب بتاعه او لاجت السحر بتاعه انت كده حلت نص المشكلة او خفت الضغط عنه 50-60% لكن فيه طلسم في المعدة وبيضر فيه لكن معلوش حارس من بره او قوة خارجية بتضغط عليها يكون حله اسهل بكتير جدا لكن لو السحر اللي بره مش موجود هو معرفته وصله لازم الشيخ اللي بعالج ياخد باله ان فيه طلسم خارجي وطلسم داخلي لابد انه يفصل العلاقة بالاتنين او الاشارة بالاتنين عشان يقدر يسيطر عليهم الاتنين ناخد الفيديو ونكمل بإذن الله فضل السلام ده الكوركم اللي هو الأصفر اللي من غير مشكوري ده أنا يعني ده أنا هعمل لكم كده يعني حاجة صغيرة من المشروبات المفضلة أنا مدمي حاجة اسمها جولد الملك انت مش مدركين يعني ايه جولد الملك ومش مدركين يعني ايه الكوركم ده أنا كل يوم أكلم والدي والديت في مصر خدت الكوركم خدت الكوركم يعني حسسوني ان أنا فتاعة تابني فعندك منتج جديد عايز تبيعه ولا حاجة لا والله من عظمة الحاجات اللي ربنا حطها في الكوركم ده الكوركم ده نمر واحد في كل الكوندمينت في العالم anti-infectious أو anti-inflammatory لو انت عندك التهاب في مفاصلك خد كوركم لو انت عندك كحة وعندك التهاب في صدرك خد كوركم لو انت خاف من السرطنات خد كوركم عارفين ليه؟ لأن زي ما قلت لو في شوارد في جسمك هتعمل التهابات في الخلايا الخلاياة ومقلبها سرطان ده anti-infectious anti-inflammatory بيمنع الحاجات اللي بتروح تعمل الخلايا تهيج الخلايا الكوركم ده وقوي جدا anti-viral وأنت يعني ضد الفيروسات وضد لدرجة ان هما في الهند في الطب الهند القديم عالجوا الكبد ومراض الإيدزي الحديثة هناك في الهند في وزارة الصحة الهندية anti-midi مضاد الفيروس مضاد للبكتيريا مضاد للفنجاي اللي هو الفطريات كل ده الكوركم الكوركم بيزود مناعة الجسم أكتر من 40% بينضف الكبد الناس اللي بتكلمني عنديه توكس خد كوركم إزاي ياخدوا الكوركم يا دكتور فيه فيه سرين هقولكو عليهم عشان تستخدم الكوركم كويس السر الأولاني الكوركم ما بيتهضمش إيه هتترك بقالك نصف ساعة تقول لي كوركم وتقول لي ما هيتقدمش آه دي السر بتاعه لازم تحط عليه حبة فلفل أسود صغيرين بتزود امتصاص الجسم 2000% امتصاص الجسم بيزيد من 200% ل2000% اللي أبحاث بتقول كده لو حطت عليها حبة فلفل صغيرين خالص فلفل أسود بينشط الإنزيمات اللي تخلي الكوركمية الكوركم يتهضي يبقى أول نقطة حط شوية فلفل العلوم صغيرين أخده إزاي يتحط بعد الأكل على الرز ممكن يتسخن يعني من الحاجات اللي مش بتبوز زي التوم لا الكوركم يتسخن أنا إيه الجولد الملك بقى السحر بتاعي هعمله لكم كده وصفة خفيفة وبلود لها بجيب إيه عبارة عن إيه بجيب لبن طبعا ما شايفش لبن عادي بشرب كوكونات أويل أو ألموند أويل اللي هو الزيت لبن جوز الهند أو لبن الألموند اللي هو اللوز عايزين تجيبوا لبن خلاص يعني تحرين فأنا بجيب اللبن ده أحطه في المايكرويف شوية بعدين أحط معلقتين كوركم معلقتين وبعدين أحط عليه معلقة زبدة أو معلقة كوكونات باتر وأقلبهم وحطوا شوية فلفل في الصغيرين أنا أول مرة شربته فافتكرت حاجة عندنا زمان في وصمها مغاد ياريت اللي يعرف المغاد ده كان بتعمل إزاي زمان يكتبهولي عشان أنا حسيت إنه في حاجة منه كده ممكن هو كهو ده بتاع جولد الملك بتاع القدماء المصريين مش عادي فالجولد الملك ده عبارة عن إيه الكوركم قمبلت أنتي أكسيدنت وقمبلت مضاد التهابات الكوكونات أويل اسمه فيه لوريك أسد بيزود مناعة ضد الفيروسات والميكروبات وكل التهابات اللي في العالم اللوريك أسد اللي موجود في الكوكونات أويل واللبن طبعا مفهوش فيه كالسيوم الألموند أويل فيه بروتين عالي أوي مفهوش سكر خالص زي اللبن بتاع البقر مفهوش هرمونات للبقر لأن ده من الألموند من المكسرات ويه أنتيوكسدن فيه عالي قوي تاخده بقى ده الجولدن ملك لو أنت عندك شوية كحة انسى راحت دخل على برد راحت ركبك مفاصلك بتوجعك عندك روماتيزم في الركب بعد أسبوع راحت ده الجولدن العالم كله على فكه أنا مش بخترع اكتب على اليوتيوب اسمه جولدن ملك اللبن الذهبي هتلاقي هي الطريقة اللي أنا بقولك عليها والمواصفات الفضيعة وأنه فيه فيتامين سي وفيه فيسلينيا من الكوركم ده وفيه فيتامين دال كتير وفيه أنتيوكسدن كتير وفيه مضادات التهابات كتير والله ستلسود الله أنا بأكلمتك عليها طيب بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله طبعا دكتور كريم عالي بيتكلم على الكوركمين الكوركمين ده أو مادة أو مستخلص الكوركم أو الكوركمين ده من أفضل الحاجات اللي ممكن تعالج لأي التهابات نتجد عن وجود السحر في جسمك الفضل دي كله انت ممكن تعالجه طبيا دي حاجة برحتك يعني لكن اللي هميني وجود السحر في جسمك أثر على الجهاز العصبي عندك أثر على مفاصلك أثر على لو السحر مرشوش ده نحن قلنا طبعا لو زي ما الست دي كتبترش السحر كده واللي عدي من عليه من على السحر ده خلاص هو ركبه بازت هو ظهره انتهى أو حصل لا يازم يحصل فيه مشاكل على طول دايما يحصل بتلميل تشنجات في اللي هو ماشي طبعا كل ده عبارة عن انك كاين فيه حاجة دخل جسمك كلبشت جسمك كله وكاين حاجة تلبست بجسمك كله عشان خاطر تضيعك أو تضمر صحتك وطبعا ده بيينتج عن وجود السحر في الجسم فترة كبيرة يعني بعد وجود السحر في الجسم خمس سنين هو السحر وصل للنخاء عنده قلاص وابتدأ يتأقلم مع جسم قلاص وابتدأ يأثر فعلا على خلايا العمود الفقري على خلايا الكلا على خلايا في المعدة على طبعا بينجس نسبة التصص المعدة بطريقة قوية جدا اللي فرضات بتاعة المعدة بيوجفها نهائيا دايما انسان المسحور تلاقي عنده حموضة تلاقي عنده مساك تلاقي عنده إسهال دايما تلاقي عنده صداع دايما شعره بينزل تحت يعنيه بيسود دايما هو نايم مشاكل مش عارف يركز مش عارف طبعا كأنه نايم ومش نايم واحد يقول لي يعني أنا بالنام كأني مش نايم بالزبط دايما ندمغي شغالة سرحان مش عارف حتى وانا صاحي مش عارف نتمتع بحياتي بنفقد الأمل في كل شيء عايز نتنرفز عايز نزعع مع الهدامي وخلاص واحد تقول لي أنا كنت سعيدة وكانت الحياة كويسة معا جدا وطبعا كنت مخطوبة وبعدين سبت خضيبي وبعد بسبت خضيبي عايزة نقعد لوحدي على طول نبكي من غير السبب عايزة نقعد لوحدي أو ما يعني بننتظر فرصة اللي هي محدش في البيت عشان نكفر على نفسه نقعد مش عارز نتكلم حد وبعد كده بتبدأ البندي دي تخس أو تزيد يعني السحر ممكن يعمل اتنين لو الهرمونات بتاعتها اللي هي معمولة أو السحر معمول بدم عض بيزود الهرمونات عندها هنا تدخل تبقى كبيرة جدا وبعد كده ممكن ننجز هرمونات لما يخليها تخس واحدة تانية بعملها طبعا نزيف طبعا كل ده من ايه لان السحر معمول معمول بنجاسة والنجاسة تدخل في دمك كأنها فيروس أو دم أو مكروب داخل دمك بيقعد يمص الجسم ودمر فيه فتي الشيخ يقول لي يعني شيخ أصطنق قرأت عليها وطلحت من عليها الجن طب أنا دلوقتي انت طلحت الجن من عليها ما الجن ده مكلف يا ابني القصة مش في الجن والله وخالص نهائي وانا دايما نقولها يعني مع القصة مش موضوع مش موضوع الجن خالص الموضوع أقوى من الجن يعني الجن ضعيف والجن ضعيف في القرآن يعني انت عاي تقرأ على الجن القرآن خلاص ودوره انتهى ما عادش له قيمة ما عادش له قوة خلاص طيب لو الجن ده مكلف وحد ربطه جواك انه قعد نضرب في الجن منسيب التكليف لا يبقى انت كده تضيع وقت المريض وبتخليه فقد الأمل وان فيه علاج أصلا لكن الأصل في العلاج انك تعرف نوع النجاسة المعمول بس سحر نوع المرض نفسه ايه الهدف من السحر اين كان عدم انجاب ان كان مرض ان كان كذا دايما الناس تقول يعني شيخ أصلا معمول لسحر بالمرض انا معمول لسحر مع عدم انجاب بنأكد دايما ان عندي ست الأنواع السحر ست أنواع ما لهمش سابع ما أقول ما شروب ما رشوش منفوخ معلق ما تفون ست أنواع سحر هم بس كل أهدفهم تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ام رحمة مع حضرتك تفضلي وطي التلفزيون وكلمة من تلفون يا أم ملك نعم أم رحمة أم رحمة أم رحمة من أولاد ستة شركية يا أهلا وسهلا وطي من التلفزيون بقى وكلمة من تلفون يا أم رحمة بقى حاضر وطيتي بقى أنا دائم أنا وجوزي على خلافات من غير سبب ومشكل من غير سبب بتحصير ونو بحبيني جدا ونو بحبه جمان مش عالفة بحصل ايه طيب المشاكل المشاكل على حاجات هيفة مثلا وخلاص ولا لها سبب لا جوزي دايما بيجيب كتب السحر وبتكلم طيب انت سمعني سمعك سمعك جوزي دايما بيستحمى بالمية والخل واللمون وبيعمل حاجات كده غريبة ويجيب على النت حاجات العديدين وزي يسكن المنزل وزينا وخرجهم المنزل مش عالفة في ايه طيب في كتب مكتوب فيها طلاصم او حروف او رقام او حاجة او بس انا بخفم الحاجات دي وعنده خيزة مجوزة ضابط شرطة اه طال المستعب هو دا دا كتب سحري اخت تمام فانتي حاول بقدر الامكان انصحي او خليه يسمع او خليه يتتصر علي او ننصحه باي شكل الاشكال عشان خطر هو كده بضيع نفسه وطبعا اكتاب شمس المعارف والكتب دي بتضيع الناس فالافضل اني محدش يتكلم فيه يعني انا منقولك انا شيخ او بنعالج اوة انا من قداش نفتح كتاب من دول حتى نفتحه او نجرى منه طالسة مواحد ان انا مش عارف الضرر اللي ممكن يأتيني منه ايه فتلاقي فيه ناس جلبها جامد في الموضوع ده يروح يفتح ايه عن نت مثلا يجرى في كتاب شمس المعارف وطبعا كتاب شمس المعارف ده اللي هو ضمر الناس كلها اي طالسة متجران منه انت بتحضر جن على نفسك الجن ده انت مش عارف ممكن يعمل معك ايه ممكن يوصلك لايه تقول ده انا انا محصل نفسي ده انا ممكن ما حدش يقدر يخليه نعمل لا ده هو عنده قوة تانية قوة ابليسية ممكن يخليك انت مش طبعا دايما بتقول الاسكار ومش دايما محصل نفسك في وقت عتضعف من الاوجات وتلاقي نفسك بتضيع نشكرك يا ام رحمة وحاول بقدر الامكان يعني حاول حتى خلي الستاذة تصل بيا وانا عن كلمه ان شاء الله ونحاول ننصحه له في اي شيء خليه يجي وانعالجه ان شاء الله ويرجع طبيعي باذن الله طبعا انا كان فيه واحدة يعني كان تصرر عليها من شوية اللي اسمه ايمان او تغريبا من ضمنهور او غيره وطبعا رقمك راح يعني من من الكنترول واحنا بنعتذر لك الحلقة الجاية ان شاء الله نوعدك ان انت عا تكلمينا اول واحدة وحاول اتصل حتى بمركز ودينا رقمك واحنا ان شاء الله خلي برنامج او البرنامج يعني فريق البرنامج يتواصل معاك واتكلمينا ان شاء الله يعني انا بنتأسفلك عشان انا طبعا وعدوك ان احنا عن كلموك لكن معلش يعني لظروف يعني طبعا اعراض السحر طبعا احنا عشان الوقت يعني تقريبا خلاص كنا عايزين تكلم عن عراض السحر العامة عشان خاطر الناس تقدر يعني تقول انا عندي سحر ولا ما عنديه السحر طب طب شيخنا انا عايز ان يخلص منه وتعالج منه ازاي طبعا السحر ده مرض زي ما احنا قلنا لابد يتعالج الأول عضويا زي ما هو عضوي السحر ده عضوي حي دخل جسمك دمك محسوسة شيء محسوسة في دمك او مقروب في دمك لازم يطلع من دمك الاول وبعد كده نعالج الجن اللي هو العرض فعشان كده طبعا ان شاء الله الحلقة اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن عرض السحر العامة على طول وان شاء الله احنا معنا طبعا اخت يعني صرت انها تسجل معنا في المركز مع ان يكون ترفضي الكلام ده عشان تطلع معنا الحلقة اللي جاي وتتكلم على تجربتها في علاج السحر وهي وصلت لأيه وعملت ايه وان شاء الله الحلقة القديمة نتكلم عنها بتفصيل بقدر الله تورك تعالى نشكركم وانحسن انتماعكم سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك